وقع وزير الداخلية قاسم الأعرجي وشيخ عشائر وثيقة عهد وشرف بعدم كتابة أي عبارات تهديد على جدران المنازل الوثيقة تضمنت منع كتابة أي عبارات تهديد على جدران المنازل والمتمثلة بكلمة مطلوب عشائريا بحجة العرف العشائري أو ما يسمى الدقة والتي تشعر وزارة الداخلية بالقلق بحسب تصريح الأعرجي الذي أصدر أيضا أمرا لمنتسبي الوزارة بإقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية